بحضور أكثر من ألف عضو من أعضاء الهيئة العامة عقد تيار الحكمة الوطني اجتماعه السنوي الثاني لدورته الثانية الذي حمل عنوان عهد وثبات لمراجعة الأداء ومناقشة التحديات الوطنية والإقليمية القضية الفلسطينية والاستحقاقات الانتخابية ومعالجة الأقطاء التنظيمية وقضايا أخرى كانت حاضرة على جدول أعمال المؤتمر من أجل التصحيح والاستعداد للتحديات هذا المؤتمر السنوي هو طبعا فعلا يعني لمراجعة أداء وحركة التيار خلال هذه الفترة الماضية وأيضا يأتي هذا المؤتمر متزامنا مع أجواء الحملة الانتخابية وهذا يعني يعطي زخم معنوي ودافع كبير لأن نواصل التحرك والأداء منعقاد المؤتمر السنوي للهيئة العامة لتيار الحكم الوطني في توقيتات المحددة وتنفيذ للبرنامج والمنهج المحدد لهذا المؤتمر هو تعبير شاخص وواضح عن مستوى العالي من الضبط والمتابعة والتنسيق والانسيابية في عمل الهيئة العامة وفي عمل التيار عموما الهدف من عنده هو مناقشة الوضع الداخلي في تيارنا المبارك إضافة إلى ذلك أيضا مناقشة التطورات الأخيرة الحاصلة في الوضع الإقليمي والعربي وأيضا الدولي والوضع السياسي أيضا المؤتمر الذي شهد انتماء أعضاء جدد للهيئة العامة أكدت القيادات فيه على أن بوصلة العمل التياري هي ضمان مصلحة البلاد الوطنية وأن القرارات والسياسات التي يتخذها التيار يجب أن تتعاطى مع سائر التفاصيل التي تحقق هذه المصالح تم مراجعة فيه ما تم عمله لهذه السنة التي سابقة وهذا المؤتمر سمي باسم عهد وثبات يأتي في ظروف استثنائية البلد يمر بظروف استثنائية لا سيما الوضع الانتخابي اليوم نحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات هذه المؤتمرات هي للمراجعة مراجعة عمل سنة من الجهد الحثيث في مواكبة العمل السياسي والتغيير في سلوكيات العمل السياسي والتقدم أكثر في العطاء السياسي التشاركية في صنع القرارات التيارية هو ما أكدته قيادة تيار الحكمة الوطني كمنهج عمل حقيقي لضمان الخروج بما ينفع الوطن والمواطن ويقوم الأداء التنظيمي تحت خيمة المصلحة الوطنية العامة ويأتي هذا المؤتمر السنوي ليؤكد على أن تيار الحكمة الوطني وتيار مؤسساتي يراجع قراراته وإداءاته مع قواعده التنظيمية